السلام عليكم في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نركي في ممكننا إزالة تطبيق درويد لوك الذي يقوم بإغلاق وفتح الهاتف من خلال الساعة أو التاريخ أو شحلة بطارية كما سبقوا وشاهدنا في الحلقة الخاصة بهذا التطبيق إذا لم تكن قد شاهدتها تجدوا إن شاء الله في موضوع الحلقة لاحظ بأنني أدخلت الآن التوقيت كما يظهر في الساعة وتم فتح التطبيق لبعض الأشخاص الذين يشتكون من أن هذه الطريقة لم تعمل معهم للأسف بعض الأشخاص لا يعلمون عن ما يتكلمون وبعد ذلك يلومونك لأنهم يخطئون عموما الآن قمت بتعطي الكود الساعة لاحظ معي بأنني سأفتحه الآن بالمستر بين لو تذكرون المستر بين الذي عينته و33 و50 في الحلقة لاحظ معي بأنه أيضا تم فتح الجهاز وفتح التطبيق مباشرة وهذا هو المستر بين الذي أدخلته إذن في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نرى كيف يمكنكم أن تتخلص من هذا التطبيق بكل سهولة لكن قبل ذلك سوف أجيب على بعض الأسئلة لأنه من المهم أن أجيب على بعض الأشخاص خصوصا من أساء الأدب بسبب غبائهم لا أحب أن أستخدم هذه المصطلحات لكن للأسف عندما تجد شخص يسيء الأدب فقط لأنه لا يفهم أو لأنه لم يتابع الشرح كما شرحته يعني بمجرد أن يأخذ التطبيق وأيضا بأنه كافي ليعرف كيف يتعامل مع التطبيق بعد ذلك يقع في مشكلة ويلومك سبحان الله أتعجب من أولى الأشخاص أنا شخصيا بعضهم حتى قال بأن التطبيق فيروس فقط لأنه لم يعرف كيف يزيل التطبيق ويتخلص منه أو كيف يقوم بتعطيله يقول بأنه فيروس يا أخي إن لم تكن تعرف كيف تتعامل مع التطبيق فاسأل من يعرف ولا تبدأ بإصدار الاتهامات والكلام الفاسق فكل إناء بما فيه ينضح حتى نكون واضحين ثم الشيء الثاني الذي جاء في بعض التعليقات لبعض المستخدمين وإن كانوا قليلين جدا هو أنه يمكن للتطبيق أن يخترق حسابك الذي تدخله في بدرية تعديل التطبيق أو إعداد التطبيق أقول لك يا أخي بمجرد إعطائك للبريد الإلكتروني فهذا لا يعني بأن مطور التطبيق سوف يخترق حسابك فهذا التطبيق ليس أول التطبيق أو التطبيق الوحيد الذي يطلب منك البريد الإلكتروني ويطلبه منك من أجل حمايتك ثم إنك لا تعطيه كلمة سير وأيضا إن كان جهازك أو حسابك حساب الجيمال الذي تستخدمه محمي بميزة التحقق بخطوتين فيستحيل على المطور أصلا أن يخترق حسابك حتى إذا كان يملك كلمة السير إذن بعد هذه المقدمة التي كان لابد منها دعونا نرى إن شاء الله كيف يمكنك أن تتخلص من التطبيق بشكل كامل إذا ذهبنا إلى أيقونة الإعدادات ثم حاولنا إزالة التطبيق بالطريقة العادية هذا بالApplication Manager ثم نحاول إزالته راح يدع معي بأن خيار الانستور أو الإزالة غير موجود وبالتالي لا يمكنك إزالته بالطريقة العادية إذن لإزالته كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى قسم Security أو Security أو الأمن أي لكانت اللغة ثم بعد ذلك تذهب إلى Device Administrators أو مدير الجهاز نضغط عليه ثم تجد عندنا التطبيق هنا كما تشاهد معي Droid Lock نقوم بمنعه من صلاحيات المدير ونضغط على Deactivate نضغط على OK إذا تم تعطيله الآن من صلاحيات المدير نعود إلى مكان إزالة التطبيقات دائما Application Manager ثم هذا هو التطبيق هنا واحد معي بأنه صار الآن بإمكان إزالة التطبيق بكل سهولة Uninstall Uninstall وتمت إزالة التطبيق كما تشاهد معي لم يعود موجودا عندنا تخلصنا منه لكن حتى بعد إزالته سوف يبقى عندك كود المستر بين الذي أدخلناه 335 كما تشاهد معي في حالتي أنا الآن لأنه الكود الذي اخترته قد يكون كود مختلف في حالتك بطبيعة الحال إذن كيف نتخلص أيضا من هذا الكود كل ما عليك فعله واذهب إلى إيقونة الإعدادات ثم تبحث على ميزة القفل مكان الذي يمكن قفل الجهاز منه في بعض الأجهزة سوف تدرب أولا إلى Security قسم الأمان ثم تجد عندك Lock Screen أو قفل الشاشة وفي أجهزة أخرى تجدهم بشرة في خيار مستقل كما هو عند الآن Lock Screen نضغط عليه ثم نذهب إلى Screen Lock يطلب منك البين الذي أدخلته في التطبيق هو 3350 في حالتي أنا الآن نضغط على Don كما تشاهد معي بعد ذلك نذهب إلى هذا الخيار Non نضغط عليه كما تشاهد معي الآن لا يوجد أي قفل في الجهاز إذا أطفأته وأعدت تشغيله كما تشاهد معي يشغل مباشرة دون أن يطلب مني إدخال أي قفل كما تشاهد إذن تم حل المشكلة بكل نجاح في بعض الأجهزة لن تجد عندك خيار Non ما يجب أن تذهب إليه هو Swipe تقوم بالدخول إلى Swipe وتقوم بإزالة ميزة المسح هذه الميزة وسوف أيضا تتمكن الدخول إلى جهازك بدون الحاجة إلى إدخال القود Master أو Master Pin إذن كان هذا كل شيء في هذه الحلقة التي أوضحت فيها كيفية إزالة تطبيق درايد لوك وأيضا أجبت فيها على بعض الأسئلة أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى اللايك ومشاركة واشتراك ثم الاندمام إلى صفحتنا على الفيسبوك وفيسبوك دوتكم سلاش مشروح وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته شكرا